وده سؤال يا دكتور حيزم منطقة الأمان بتختلف من يوم ليوم حسب الطيارات والسحبة في الماء؟ آه طبعا انت بتيجي كل يوم المنكرز من أول ما بيطلع شروق الشمس بينزل الماء هو بنفسه بيبدأ بيشوف الماء أخبارها إيه؟ الماء النهاردة عالية الماء مش عالية وبالتالي بيقدر اللي هو بيغير مناطق الأمان اللي موجودة لو يحتاج لده وخلانا نقول احنا كالتحاد مصري الوصول انترست بشراف وزارة الشباب والرياضة طبعا ملف الانقاذ واخد اهتمام كبير قوي من الدولة المصرية وحقيقي معي الوزير الدكتور أشرف صبحي من أكتر من سنة بدأ يهتم بهذا الملف وعملنا اجتماع وقدشنا مبادرة اسمها مبادرة مصر بلا غرقة وده كانت فكرة الكابتن سامحة شاز الرئيسة اتحاد المصر الغوص والانقاذ وبدأ نشتغل عليها نحط حاجة اسمها معايير وإجراء تأمين المسطحات المائية وسمناها الكود المصر تأمين المسطحات المائية والمبادرة بفضل الله أخذت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لما لها من أهمية كبيرة لحفاظ على حياة المعاطق اتعممت على الشواطئ اتعممت على جميع الشواطئ اتعممت على جميع حمامات السباحة الموجودة وكان أكبر تحدي بين نسباننا ونجاح تأمين شاطئ النخيل شاطئ النخيل العجل اللي بقنا بالزبط كده اللي بقنا فترة ما سمعناش عنه وكل سنة بنسمع عن حالات ضحايا وغرق كبيرة جدا في السحب هناك شديد في السحب جديد وطبيعة الشاطئ نفسه احنا رحنا الشاطئ بلجنة من محافظة اسكندرية ومبادرة مصب الغرقة ورحنا هناك درسنا الشاطئ وبدأنا نحط لي خطة أمان وبدأت الشركة المنفذة أو تأمين هذا الشاطئ تمشي على الخطة الموضوع والحمد لله دلوقتي ما فيش حالات جراء موجودة في الشاطئ احنا برضو كالجنة في مبادرة مصب الغرقة بننزل جميع المسطحات بجميع حمامات السباحة الموجودة باستمر التقريم وبنشوف ايه المعايير والاجراءات التأمين اللي موجودة في كل حمام سباحة ولمشوف ندي إرشادات لمسؤولي حمامات السباحة أو الشواط خلال أقول لحضرتك برضو احنا ما بننزل الكرة السياحية بقولوا انتم فين يعني احنا محتاجينكم معنا ترشدون احنا ممكن نقدر نعمل ايه لان احنا عندنا فيه شركات قوية في السوق وعارفها بتعمل ايه ودرسة ده تدريب الموقزين على الاهل الله نور على حضرتك وفيه أماكن تانية مش لقياه ده مش عارفين يروحوا فين وجوبين فاحنا ما بنروح هم فعلا بيستجيبوا يعني احنا عندنا المسؤولين لا بيستجيبوا للتعليمات الخاصة بنا ترجمة نانسي قنقر